السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تسوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ ما تنسيش تشتركي بالقناة والفعالي اول جرس عشان يوصلك كل يوم اشعار في فيديو جديد فيديو النهاردة مختلف شوية هقول لكم انا كلت فيه ايه واللي بعدها على طول بصحة تاني يوم اوزن نفسي الاقي في ساعتها كده خاصة نص كيلو تاني يوم الصبح بس طبعا بعد التويلت يعني لان ما تخشي التويلت وتخرجي تتوزني تكوني وزني نفسك قبلها قبل ما تعملي اليوم ده هتلاقي نفسك خاصة نص كيلو لان كل الاكل اللي احنا هناكله هيكون حارق للضهون تعالوا مع بعض اقول لكم اول حاجة بعمل ايه انا قولنا بصحة من النوم بحط نص معلقة عسل صغيرة في كباية مياه كده وادوبها تكون مياه دافية يعني وبعدين بأصر عليها نص لامونة كده زي ما احنا شايفين وباشربها تمام بعد بقى لما باشربها بقعد حوالي ربع ساعة كده تمام بعد لما الربع ساعة بتخلص بتعدي بعمل ايه باشرب كباية مياه تانية زيها نفس المئيس باشرب كباية مياه تانية تمام بعدها بقى على طول باكل الايتي انا جايبه موز الموز ده اللي هو اللي بيبقى حجمه كبير اللي هو المستورد لو عندك الموز البلدي بتخدي اتنين لو موز كبير من المستورد بيبقى كفاية موزة واحدة باكل معاها ايه باكل معاها كباية من زبادي اكتفيا اللي هي الكباية الحجم العادي اللي هي اللي بتبقى بصوا كم جرام اللي هي بتبقى مية وعشر جرام تمام كده دي اللي هي زبادي اكتفيا دي كمان مية وخمسة جرام ايه مية وخمسة جرام شايفين الكباية دي مية وخمسة جرام اكتفيا لو ما فيش اكتفيا ممكن اي نوع بس يفضل اكتفيا هتقولوا لو اكتفيا غالي احنا ممكن نعمله في البيت بنجيب الكباية دي وناخد منها معلقة على كباية على كيلو لبن منزوع الدسم وبيكون طبعا لبن دافي وبنعمل الزبادي بالطريقة المعروفة انه انتم بتسخنوا الفرن وبعد ما يسخن بدخلوا فيه اكواب الزبادي بيطلع معاكم بقى زبادي اكتفيا انتم اللي عامينه في البيت تمام طيب باخد ايه كمان بقى مع الواجبة دي باخد انا جايبها دارك شوكلت النوع ده اللي هو 85% كاكاو باخد منه مكعب هوريكه دلوقتي المكعب قد ايه هو ممكن تاخدي اثنين مكعبين بس انا باخد مكعب واحد وبجبع بس هو المفروض بتاخدي مكعبين اهو ده المكعب اهو بيبقى دي كده واجبة انا كلتها اه الساعة مسلا كانت عشرة ونص صباحا لو انت بتسحي عشرة صباحا عم بابل ما بتاخدي المية والعسل نص ما العسل الصغيرة على النص لامونة وكوباية مية وبعد ربع ساعة تاخدي الاكل ده دي حارقة للضهون الاكتيفيا مع المربع لدارك شوكلت مع الموزة تمام هيعدي تلات ساعات هتحس ان الجعينة تاخدي كمان مرة هيبقى مثلا تاخدي اه اه زي دول تاني الساعة اتنين الظهر هيعدي بقى تلات ساعات تاني يعني انا خلاص اهو كلتهم كلتهم ساعة عشرة ونص خلاص كلت كل الحاجات دي هاجي بقى على الساعة اتنين الظهر اخد كمان مرة حارق للضهون من ده دي اسمها لقيمة حارقة تمام ده كده كانت ساعة اتنين الظهر قعدت بقى تاني من اتنين لخمسة تلات ساعات تانين طب انا جعت في التلات ساعات دول اعمل اي ممكن اشرب اي كباية اعشاب اي كباية شاي بس طبعا من غير سكر لو هتحطي هتحطي نص معلقة عسل صغيرة طيب خلاص الساعة اه خمسة جت هتغدى بقى انا خدت كده من من ده اليوم مرتين الحارقة زيل الدهون خدت منها مرتين مرة الساعة عشرة ومرة الساعة اتنين الظهر بيجي بقى الساعة خمسة معادل غدا خمسة او ستة معادل غدا هبتدي طبعا بكباية المية اللي قلتلكوا عليها بعدها بعشر دقايق هاخد كباية الصلطة او كباية ونص من الصلطة طبق صلطة زي ما احنا شايفين بعد اما خلص المية والصلطة هعمل ايه معي اي وجه بقى انا عامليها انا كنت عاملة بتنجان باللحمة المفرومة كنت عاملها قبل كده معاكم في القناة حطي لكم اللين كلي اللي عايز الوصفة في صندوق الوصفة مش بيع جدا كان بتنجان رومي مشوي وعملته باللحمة المفرومة رائع يعني بتعمل في الفرن هياخد منها كباية كباية العادية اللي هي امتين ميلي دي اي اكل بقى انت عاملية هتاخذي منه كباية حتى لو الاكل ده في رز حتى لو الاكل ده في مكارونا هتاخذي منه كباية بس طبعا يكون صحي لو مكارونا مكارونة الشوفين تبقى مكارونة الشوفين لانها صحية طيب ده بتنجان باللحمة المفرومة انا هاخد منه كوب اهو بعد الصلطة هاكله طبعا الاكل ده ممكن ما يبقاش بتنجان باللحمة المفرومة ممكن يكون اي اكل انت عاملية باستخذي منه كباية وتاكليها بقى باللي انا هشوفها بمعلقة صغيرة بس طبعا هنفضيها بقى في طبق مش معقول هنأكلها من الكباية فهنفضيها في طبق وهنعمل ايه خلاص دي الوجبات بتاعتنا هنأكل بقى مربع دارك شوكلت او اي حلويات صحية من اللي انا عملها على القناة تقدروا تاكلوا منها بس تاكلوا منها قد ايه تاكلوا منها قد علبة الكابريت يعني لو انا عاملة مسلا بسبوسة وعملتيها هتاكل منها قطعة قد علبة الكابريت شايفين عدة الكابريت قد ايه اي نوع شوكلتة هيبقى قد علبة الكابريت عشرين جرام ده اسمه الحلو اللي احنا هنحل بيه بقى في يومنا بس لازم يكون حتة صغنانة خالص قد علبة الكابريت وده مهم جدا بعد وجبة الغداء طبعا وجبة الغداء هتبقى الساعة خمسة او الساعة ستة زي ما قلتلكم بعدها بقى هعمل ايه هعود تلات ساعات ممكن في النص اشرب شاي او اشرب اي اعشاب ينسون اي اعشاب ممكن تشربي آآ شاي بلبن بس يبقى نص كبات لبن ونصات تاني مية وتحطي شاي نسكة فيه برضو نص كباية آآ لبن ونص مية آآ تيجي بقى الساعة تسعة تعملوا ايه بقى الساعة تسعة يعني يكون عدة تلات ساعات على الوجبة هنروح جايبين اللي قيمة الحارقة اللي انا قلتلكم عليها اللي هي موزة مربع دارك شوكليت وكباية زبادي اكتيفيا وهنا كلها والنم بدري يعني نحاول مثلا احنا كلناها اهو الساعة تسعة او كلناها الساعة عشرة ننام بعدها بساعة النام الساعة حدوشر لان الحرق بقى بيشتغل من الساعة حدوشر يعني نحاول ان احنا ما نصهرش في اليوم اللي احنا هنعمل فيه كده ده يعني هنأكل دي على الساعة تسعة او عشرة بعدها بساعة هلنام الساعة حدوشر مثلا بالليل ننام هتقوموا طبعا انتوا هتكونوا وزنين نفسوكوا قبل اليوم ده هتقوموا تاني يوم بعد ما تكونوا طبقتوا الاكل ده والوجبات دي هتلاقوا نفسوكو خاسين نص كيلو صافي دهون وما ننساش قبل كل مرة هنأكل فيها اللي قيمة الحارقة دي نشرب كباية من المية قبلها بعشر دقايه نشرب كباية من المية آآ ان شاء الله تجربوا النظام ده وتقولولي آآ يعني عجبكو ولا لأ وطبعا انتوا مش هتجوعوا خالص في النظام ده زي ما انتوا شايفين دي مش بيع جدا وفي نفس الوقت بتحرق الدهون وطبعا لو الموز بلدي صغير هيبقوا اتنين موزة مش موزة واحدة لكن ده عشان كبيرة آآ اللي هو المستورد بناخد واحدة بس اتمنى الفيديو يعجبكو آآ تستفيدوا منو وتتجربوا الطريقة دي وتقولولي آآ نفعت معاكو خسيتو بيها ولا لأ انا لما بكون عايزة اخس آآ في ايام مثلا يعني عايزة اخس عندي مناسبة وعايزة اخس بسرعة او متضايقة من ثبات الوزن وعايزة آآ اكثر ثبات الوزن بعمل على طول النظام ده وفعلا بقوم تاني يوم بلاقي نفسي خسة نص كيلو على الاقل طبعا زي ما قلتلكو كباية الاكل اللي احنا هنأكلها بتاعة الغداء مش شرط تكون الاكل اللي انا عاملها دي ممكن تكون اي حاجة تانية انتو عاملينها بس تبقى كباية تبقى الكباية اللي هي بتوزن 200 جرام اللي انا قلتلكو عليها اللي هي ده حجمها عندنا في كل البيوت الكباية دي اشوفكوا بقى على خير ان شاء الله في الفيديوهات جديدة ما تنسوش اللايك والشير والتفعيل الجرس تشيروا بقى الفيديو مع حبيبكم ومستنيع تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني واشوفكوا على خير ان شاء الله في الفيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته